بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض تدريبات على درس يؤجن النطق بالحكم السؤال الاول بيقول ما اخر حيوان طلبه ابن المقفع وهل حضر ليدلي بشهادته ابن المقفع ما كانش فاضل قدامه غير انه يطلب الجمل والجمل مجاش عشان يقول شهدته السؤال التاني مولايا القاضي العادل هرب الجمل وما ينشره في المنفى يثبت ما هو منسوب لمؤلفه من قول الزور ضد خليفتنا المنصور السؤال الالف من قائل العبارة طبعا قائل العبارة صاحب المحبرة السؤال بيه ماذا اشاع الجمل وهو في المنفى الجمل عمل اشعاعات وقال ان فيه فرمان يعني قرار صدر بقتل ارانب البلد طبعا اي كلام سؤال جيم لماذا هرب الجمل رغم انه ليس ارنبا طيب ليه بقى الجمل هرب رغم ان هو مش ارنب هو بيقول ان فيه فرمان قرار صدر ان كل ارانب البلد تتقتل فهو هرب طب انت هربتل انت مش ارنب فلما تسأل الجمل في المنفى قال حتى اثبت اني جمل لا ارنب طبعا برضو اي كلام هي مؤامرة بتتدبر ضد ابن المقفع وماسك خيوتها صاحب المحبرة سؤال ثلاثة ماذا كان رد الهدهد عندما طلبت منه الشهادة قال له الهدهد طب تعال اشهد الهدهد قال لو كان الاسد عنده زكام والتعلق ديله اتقطع وشهد شهادة زور والجمل هرب وراحل منفى طب انا شهادتي هتنفع بايه وهتنقذ راس المتهم اللي هو عبدالله ابن المقفع اللي راسه عمله تترنح بين كتفيه ازاي سؤال اربعة بما اتهم صاحب المحبرة الهدهد صاحب المحبرة لما لقى الهدهد بيتكلم كده اتهمه ان هو بيحاور ويناور يعني بيلف ويدور سؤال الخامس ماذا رأى الهدهد بجوار المحكمة الهدهد هو جاي للمحكمة شاف اكوام من الحطب بتتجهز عشان المتهم يعاقب بان هو يلقى فيها وتشعل فيها ان يراد سؤال السادس ماذا يقصد الهدهد بقوله ان الكلمة صارت عودا من قش لتكمل محرقة كتاب طبعا الهدهد شايف ان مهما حاول ان هو يجيب دليل او برهان على صدق ابن المقفع وان هو مش مدان ومش متهم للأسف كل اللي بيحاول يعمله ده مش هيقدر يبرق به ابن المقفع اللي بيحاولوا ان هما يثبتوا عليه التهمة سؤال السابع بما وصف صاحب المحبرة الهدهد وبما حكم عليه القاضي صاحب المحبرة وصف الهدهد بان هو متواطق مع عبدالله ابن المقفع يعني مشتلك معاه في الجريمة وحكم عليه او حكم عليه القاضي بان يحبس في قم قم حتى الموت يعني يتحط كده في حاجة زي الازازة ويتقفل عليه لغاية ما يدخنق ويموت سؤال الثامن اذكر وجهة نظرك في المحاكمة طبعا محاكمة زي الفل محاكمة صورية يعني اي كلام ظالمة يحاول فيها صاحب المحبرة والقاضي إثبات التهمة على ابن المقفع بأي صورة ممكنة مستغلين في ذلك السلطة أسوأ استغلال فقاموا بقلب الحقائق وتعذيب الشهود بل حكموا على الهدهد بالقتل لمجرد أنه شهد مع ابن المقفع وجهزوا المحرقة لحرق الكتاب وصاحبه وإثبات التهمة عليه فهل هناك ظلم أكثر من هذا؟ بكده نكون انتهينا بفضل الله من حل التدريبات أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهي الكريم كان معاكم أستاذ هيثم المصري